مسلسل 1899 هل هو مسلسل عادي أو قوي مثل دارك؟ خلوني يعطيكم رأي عنه قصة عن سفينة متجهة من أوروبا لأمريكا محمد بركاب من جنسيات مختلفة وكل شيء ينقلب ويصير الغير متوقع لما يقرروا أن يغيروا مسارهم عشان ينقذوا سفينة ثانية في الأصل كانت ضايعة مسلسل بقصة عميقة وذكية وطاقم تمثيل قوي وإخراج رهيب يميل للعبقرية رعب وغموض وذكريات مسلسل مليان الغاز وتنوع اللغات في المسلسل كان شيء حلو وأشوف أنه نقطة قوة لكن جوانب القوة اللي ذكرتها في المقابل كان لها جوانب ضعف ومنها إضافة بعض الشخصيات ما كان لها أي داعي ولا إضافة للقصة مجرد أجندات وزيادة في المدة تمطيت الغموض ولا الغاز كان شيء ممتع لكن سردها المعقد في هذا المسلسل يخليك تفقد حماسك ويوصلك للملل في بعض الأوقات البداية كانت حلوة وقوية لكن أشوف أنه النهاية كانت عادية جدا وأقرب أن تكون بلا هدف في النهاية هل 1899 يشبه دارك؟ نعم هل هو بقوة دارك؟ لا تقييم الشخصي لثمانية حلقات من سلسل 1899 هو 7.5 من 10 السلام